السلام عليكم يا رفاق معكم كغورة تشان في الجزء السادس أو السابع من ما هو الموت ونهاية الشريرة لكن أول حاج بدنا ندعي للدول العربية كلها لأن الوضع الفترة الأخيرة صراحة ما بيطمن واللهم ارحم أموات المغرب وإخواننا في ليبيا يا أرحم الراحمين ندعو الله أن ينزلهم منازل الصدقين والشهداء والصالحين وأن يدخلهم الجنة دون سابق الحساب والعذاب واللهم يسلم إخواننا في مصر والعراق ويلطف بإخواننا في الدول العربية جميعا بعد حدوث مشجرة صغيرة بين بنولوبي والسيد وردي بسبب أنه كان اليوم الأخير من المهرجان يوافق نفس اليوم الذي فقدت فيه إيفون الإبنة الحقيقية للدوق استاد اهتمام السيد وردي ببنولوبي إلى 17% طبعا ليش؟ لأنه في هذه اللحظة عرف بعضي بنولوبي الأصلي والآن لنعود إلى قصتنا وبعد أن عادت بنولوبي إلى غرفتها أحضرت لها إيميلي وجبة معدة من قبل الشف الرئيسي تسأل بنولوبي إيميلي حل لحتى الآن وجباتها لم يحضرها الشف الرئيسي للقصر؟ كانت إيميلي متوترة تقول لها بنولوبي أن تسترخي تعلم أنها ستعمل بجد من أجلها متأكدة من أنها سوف تطور شخصيتها وستقوم بمكافأتها بقدر ما تحاول لذا لا تقلق بعدها تبدأ إيميلي بالبكاء تخبرها بنولوبي أن تنتبه إلى سلوكها من الأنفة صاعدا والآن فالتقم بالمنادات الخادم هناك شيء ما يزعجها تقول بنولوبي لكبير الخدم أنها استمتعت بالعلية أردت فقط أن تعرب له عن امتنانها يقول لها إنه سعيد لسماعي ذلك هل استمتعت بالألعاب النارية؟ لقد كانت أجمل من العام الماضي كما أن الدوق أمره بأن يفتح لها باب العلية عندما تريد الذهاب إليها تقول له حقا إنها سعيدة لسماعي ذلك يكمل بأن السيد ديريك يريد أن يتناول الغداء معها كلما أراد ذلك تجيبه بسرعة أنه لا تريد ذلك فقد طلبت حضوره إلى هنا لتسأله عن شيء ما هل أداء إكليز جيدا لليوم؟ يبدو أنه بالأمس كان يطلب مكان للبقاء فيه يقول لها هل تتحدث عن العبد الذي اشترته؟ تغضب وتقول عبد؟ هل كان يناديه هكذا أمام الآخرين؟ يقول لها لا بالطبع لا لقد أسأل فهم وارتكب خطأ فلتعذره ثم تسأله أين هو إكليز الآن؟ يجيبها إنه في ساحة التدريب ثم تسأله هل هو يتأقلم جيدا؟ يقول لها حسنا لا يوجد أي تغيير في التعبير لذلك الشخص لذا ليس متأكدا من شعوره لكن يبدو أنه لا يفعل شيئا سيئا كما أن العيش بالنسبة له هنا أفضل بكثير من تلك الأماكن الضيقة قصده عن السجن اللي كان محبوس فيه لذا يجب على ذلك الشخص أن يكون أشاكل لها تقول بنيلبي في عقلها هذا صحيح فهي التي أخذته من بيت المزاد ثم تسأل كبير الخدم من هو مدربه وبما أنه متدرب في دقية إي كارد فهي متأكدة بأنه تم تعينه لأحد المتدربين ثم يقولها كبير الخدم بأنه لا يمكن أن يكون لديه مدرب ذلك لأنه عبد وبما أنها أصرت بشدة على استخدامه كمرافق لها فقد وضعه الدوط الشاب السيد أزرق على قائمة العدو تستغرب هل كان ذلك صعبا حقا؟ كل ما فعلته هو أخذه كمرافق لها لم تجعله كالعبيد وتسأل كبير الخدم كيف تخرجه من هذا الوضع يجيبها أن هناك طريقة لجراء هوية جديدة له ويمكنه أيضا كسب الاحترام من خلال تقديم مساهمات ضخمة ومع ذلك كلاهما ليس سهل المنال تسأله لماذا؟ يجيبها لأنه من الطبقة السفلية وأصبح عبد أيضا كانت غضبة وتقول ما هذا الجدار الضخم من أجل المكانة؟ كيف يصبح فارسا رسميا في المباراة؟ ماذا قال إكليس في اللعبة لإيفون؟ منذ أن كنت في الدوقية أخفيت الحقيقة بأنني كنت سيد السيف كنت على دراية بكوني الحارس الشخصي للسيدة بنولبي لكن بعد أن دخلت في حياتي لم أستطع الوقوف على عاتقك بعد الآن سأحميك منها وأصبح فارسا رسميا لك بصفة سيفك الوحيد أقسم لك بالطاعة والحب الأبدي هذا ما قاله إكليس لإيفون تقول بنولبي هذا صحيح؟ أوقف إكليس بنولبي التي كانت تحفل إيذاء إيفون وبهذه النتيجة تمكن من الهروب من مكانته المتدنية كعبد بفضل الدوق وبعد أن أظهر مؤهلاته كسيد السيف حصل على لقب فارس في القصر الإمبراطوري أن يصبح سيدا للسيف أمرا في بالغ الأهمية وتتسأل إذن متى وكيف سيصل إلى هناك؟ الدوق وبنولبي الدوق أحضر إكليس وجعله يتدرب في وقت سابق بالطريقة العادية بينما بنولبي هي الأميرة التي أحضرته إلى الدوقية وتركته دون أن تعرف حتى إذا كان لديه مدرب أم لا وتركته في وضع صعب جاءتها لحظة إدراك انتظروا لحظة هل خدعات؟ يقول لها كابير الخدم أنه كانت هناك بعض الشكاوي من فرسان المتدربين الآخرين كان هناك صراع عندما قام بتعيين الغرف كان الشجار يدور حول أنهم لا يريدون البقاء في نفس غرفة العبد لا يمكنهم فعل أي شيء بالنظر إلى أصله بينما الفرسان المتدربون الآخرون جاءوا من عائلات نبيلة ثم تقول بنولبي لكابير الخدم أن يستعد سوف تذهب للخارج الآن ستذهب للتسوق ثم تنادي بنولبي على إميلي وتقول لها أليس هناك أي خدمات يحببنا التزيين؟ فلترسل في طلبهن للحضور تود أن تجعل منها تبدو على أفضل واجهة ممكن اليوم خطط اليوم هي من تجرأ على تحطيم روح ابن الغالي ثم تقول للخدمات إنها جميلة جدا إنها تبدو كما لاك والآن ما رأيهم بهذا؟ كانت جميع الخدمات سعيدات أخيرا حل ربيع مشرق بعد الشتاء البارد تقول بنولبي أنها طلبت منهن أن يضعن لها تبرجا جميلا يلقب الفستان الأبيض الذي ترتديه وتبدو كما لو أنها دمية صنعت بإتقان تشكرهن بنولبي بعدها تسألها إميلي إنها جميلة للغاية لكن أين تنوي الذهاب؟ تقول لها بنولبي أنها تريد التوجه إلى ساحة التدريب تفكر بأن الجو الأطيف اليوم إنه مثال للخروج في نزها وتقول فرسان إيكارد هم أشخاص صارمون بشأن مقاطعة التدريب لهذا لا يمكنها التدخل دون سبب وجيه ولا تود أن تضع رقمتها تحت وطء تسيف كالمرة الماضية ثم تحدق هل هذا إيكليس؟ إنه وحيد في مكان بعيد عن الجميع كان إيكليس يتدرب بعنف بعدها كسر سيفه الخشبي ثم فجأة قام شخص ما بضربه فسعد بنولبي وتقول سوف يقوم بقطع أنفاسه إذا ضربه هكذا يصرخ عليه ويقول اللعنة عليه كم مرة سيقوم بتحطيم السيوف الخشبية؟ هل لديه إمكانية دفع ثمانيها؟ يعتذر إيكليس ويقول إنه آسف سيكون أكثر حذراً في المستقبل لكن يستمر هذا الشخص بالصراخ بأنها ليست المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي يكسرها هل يعلم كم هو صعب عليه أن يخبر نائب القائد أنهم بحاجة للمزيد من السيوف الخشبية في كل مرة يقوم بتحطيمها؟ فليركع وحسب لكن إيكليس لم يستجيب تصرخ عليها هذا الرجل مرة أخرى ويقول ألا يسمعه؟ هل هو أحمق؟ لقد قال له أن يتمدد على الأرض حالاً تقول بنولبي أدوة التدريب على وشك إفساد يوم جميل كهذا؟ الجميع يعلم أن هذه الأشياء الرخيصة تستعمل بكميات هائلة في التدريب باحتمالية كسرها وهذا لا يستدعي العقاب أساساً هل يعتقد أنه قادر على الاستمرار بالتصرف بهذا الشكل؟ ثم يقول إيكليس إنه يتدرم الآن سيأخذ عقابه بعد إكمال التدريب يقول له هذا السيد اللي رأسه مثل رأس التحالب فلينظر إلى نفسه إنه عبد وضيع يؤطي رأيه بكل ثقة يبسكه ويقول لكن ما العمل؟ يبدو أنه أساء اختيار السيد الصحيح الحبل الذي يتمسك به من أجل النجاة فاسد طبعاً إحنا عارفين أن بيحك عن بنولبي هنا عادت سيدتهم الأصلية إيفون وطردت تلك الفتاة المزيفة لن تقوم تلك المزيفة بالاعتناء به وليعتقد أنه سيستطيع التعامل مع ما سيحدث مستقبلاً يصرخ عليه إكليس ويقول له كفاه إهانة لسيدته يسأله رأس التحالب لماذا؟ وما أدره أنه لا يشتمها عندما لا يكون هنا لماذا لا يلعن سيدته هنا؟ أو أنه لا يريد إظهار ذلك الجانب منه؟ يجيبه إكليس إذا كان فارساً حقاً فلا يجب عليه أن يهين آنسة يصرخ رأس التحالب هل الآن هو يحاول أن يخبره أن يصمت؟ يا له من هراء فليركع الآن تقول بنولوبي هل هو يتعرض للضرب ولا يقاوم بسبب عدم موجودها؟ أخبرته في السابق أن مهمته الأولى هي أن يجعل الجميع يعترف به كل ما خشيته بنولوبي هو أن يصل تمرده إلى مسامع والدها فيقوم بإعادته إلى المزاد بعدها وضعوا إكليس على الأرض وقاموا بالسير فوقه ثم يقوم أحد بضرب رأس التحالب يلتفق له وغاضب ويقول أي نوع من الحقراء هو الذي؟ تخبره بنولوبي مرحباً وكانت الصدمة للجميع يصرخوا ويقولوا هل أنت حقاً سمو الأميرة؟ وتحضق بنولوبي في إكليس زاد مقدار الحب إلى 27% تسألهم هل يقومون الآن بالسخرية من تابعها؟ من سيقوم بتوضيح ما حدث هنا؟ وتنادي على رأس التحالب وتسأله ما هو اسمه؟ يفزع ويقول لها أتقصده؟ تجيبه أجل إلى أي فيلق ينتمي وأي الفصيلة الأولى أم الثانية؟ يجيبها اسمه هو مارك ألبريت وينتمي إلى الفصيلة الثانية من الفيلق الثالث تسخر منه بنولوبي وتقول في عقلها هي لهم من جراذ في موقعهم هذا فالعاصمة لم تخد حرباً من قبل لذا فالفرقاتان الثالثة والرابعة هما كحراس فقط في القصر لذا هذا يعني أنه لا شيء تقول له بنولوبي هو سيشرح ما حدث لكن ما شهدته سلفاً فيبدو أنه من بدأ هذا أولاً يخاف ويقول هل هي كانت تشاهد ذلك؟ تشيبه أنت أنت في مشكلة كبيرة أليس كذلك؟ ما الذي يقوم بفعله؟ لماذا لا يقوم بشرح ما حصل لها؟ يجيبها أن ذلك العبد يقصد إكليس تعرض لحادث أثناء التدريب لقد كسر سيفاً خشبي وفي هذه الأيام سعر السيوف الخشبية قد ارتفع بشكل كبير ولقد فعل ذلك مرة أو مرتين تقول له إذن؟ يجيبها لقد كان يوجهه بما أنه شخص على منه لكنه فجأة هددوه تقول له حقاً هل هو صادق؟ يجيبه أجل يرجو منها أن تتفهمه جيداً ثم تقول له أثناء غيابها قد قام بإهيانة أهل القصر لذا ماذا لو قامت بقتله الآن بتهمة تشويه سمعة النبلاء؟ يتدخل هذا الشخص ويقول لهم أن يتنحو جانباً ويطلب من بنولبي أن تذهب للداخل وهو سيقوم بإحضار القائد ثم تقول بنولبي لإكليس إكليس فالتقم بقتل ذلك السافل بعدها ينقض عليه إكليس مثل الأسد الذي ينقض على فريسته يصرخ الفرسان إنه سيقوم حقاً بقتله ويطلب من بنولبي أن توقفه إنها شريمة بحق فرسان إيكارد ويخبروها إنهم يعتذروا لها سيقوموا بإبلاغ الرئيس بما يجري هنا وهم على أتم الاستعداد تتلقي العقوبة معاً لكن بنولبي كانت لا تهتم وتقول أتسأل من أين يأتي صوت النباحي ذلك؟ بعدما كان الرأس التحلب على وشك أن يغمى عليه تخبره بنولبي أن يتوقف تحضق وتقول أنها فوجئت حينما نظرت إلى الأسفل بوجه خال من التعابير لم تكن تعلم أن إيكليس سيقوم بتنفيذ ما أمرته به فوراً هي بالتأكيد لم تكن تنوي قتل مارك لكن مقصدها هو جعل إيكليس ينفس عن غضبه لكي لا يحمل لاحقاً ضغينة ضدها لكن إن حاول قتله حتى النهاية كانت ستستخدم الخاتم الذي ترتديه بيدها اليسرى وتقول إنها راضية حقاً فقد أقدم إيكليس على وضع أوامرها أمام مشاعره الشخصية ثم تقول بنولبي للسيد طحلب ألم يقل للتاو أنه لحظة وصول الأميرة الحقيقية ستقوم بترضيها؟ وأن الأميرة المزيفة لن تعتني بإيكليس؟ لكن أيهما سيكون أسرع؟ طردها من القصر؟ أم فصله؟ ثم تأتيها إشارة من النظام أن علاقتها مع الفرسان في الدوقية تدهورت أدى إلى انخفاض خمسة نقاط من سمعتها تقول في عقلها حسناً ليس لها أهمية في كسب حب الفرسان فهم ليسوا من شأنها وتقول لإيكليس هيا فليأتي معها أتت إلى هنا بغية أخذه برفقتها إلى الخارج إنها أول لزه لهما معاً كسيدة ومرافقها يأتي كبير الخدم عند بنولبي ويقول لها أنه جهز لها العربة من أجل خروجها وأيضاً يقدم لها الدوق هذا الشيك الأبيض الفارغ وكله أمل أنها ستحظى بوقت ممتع بما أنه قد مضى زمن منذ آخر مرة قد خرجت فيها تقول في عقلها يبدو أن الدوق يهتم بشكل حريص بما حدث يوم أمس لو علم أنها في طريق عبدتها من ساحة التدريب بعد إلقاء قنبلة هناك لم يكن ليعطيها شيئاً كهذا وتقول له حسناً فليبلغ والدها بأنها ممتنة له تمد بنولبي يدها لإيكليس لكنه لا يتحرك تقول له هل هو غبي في هذا الموقف يجدر به أن يرافق الآنسة يقول لها لكنه مجرد عبد تقول له كلا إنه الآن مرافقها الخاص لذا ما الذي عليهم فعله في هذا الموقف الآن؟ بعدها ينحني إيكليس لها يستغرب كبير الخدم ويقول يا لهذا الولاء ويقول لها إيكليس أن تدوس على قدمه للدخول إلى العربة ثم يقول لها إيكليس لماذا لم تأتي لرؤيته طوال تلك المدة؟ تسأله هل كان حزيناً؟ يجيبها أنها وعداته كان يؤمن أن تكافئ لقاء عمله الشاق بما جئه إليها ثم تقول في عقلها أنها نسى ذلك السبب الذي منعها من رؤية إيكليس مجدداً هو ما حدث في المرة الماضية في ذلك اليوم المنطر ويقول لها أنه انتظر مجيئها كل يوم تقول له لأنها تتقزز من ذلك صدم منها تكمل بأنه كذب عليها قال لها أن لا أحد يضايقه بينما توجد هذه الندبة على وجهه الوسيم يقول لها لكن في ذلك اليوم لم تكن هناك أي واحدة تقول في عقلها إنها تعلم ذلك بالفعل ذلك اليوم كان يلوح بالسيف كشخص مستعد قتل أياً كان من يظهر أمام نظريه وتقول له على أي حال لم يخبرها عما حدث أولاً لذا فالمكافأة قد ألغيات يقول لها لكن تغطعه وتخبره أن يصمت بدلاً من ذلك لقد جاءت اليوم لتمنحه مكافأة أخرى لذا كفت تذمراً ولينتظر قليلاً بعدها زاد الحب إلى 33% وكان إيكليس يشعر بالخجل تحدق في تعابيره مصدومة وتقول بتفكيري في الأمر يبلغ إيكليس 17 عاماً تقريباً أي أنه في عمر بنولوبي الآن لكنها في الواقع بالغة ذات العشرون عاماً إذن هل هذا معناه أنها تحاول إغواء شاب أصغر منها؟ لكن لماذا يبدو أنها الشخص الذي فتن بجماله هنا؟ بعدها تدخل بنولوبي وإيكليس إلى متجر الأسلحة كانت أول شيء تريده بنولوبي هو السيوف الخشبية وتقول لإيكليس أن يختار من بينها يجيبها أنه ليس متأكد لكنها شبيهة بتلك التي توجد في مركز التدريب يمكنه استعمالها لمرة واحدة فحسب ثم يقول لهم صاحب المتجر ما رأيهم بإلقاء نظره على السيوف الحقيقية بدلاً عنها تقول بنولوبي له ما الذي يتحدث عنه من أولها إلى آخرها فليرسل كل هذه السيوف لدوقية إيكارد من الجيد اقتناء الكثير من القطع القوية في حال تتحطم إحداها وتقول التالي شراء بدلة جديدة للتدريب تسأله هل انتهى من ارتداء ملابسه؟ ومشاء الله عليك كنزي القمر تحضق به وتقول بسبب بطوله الفارع ووجهه الوسيم هذه الملابس سد مناسبة له جداً تسأله بنولوبي إنها جيدة هل تعجبوه؟ يتدخل صاحب المتجر ويقول بالطبع تعجبوه إنها أحد أفضل وأجود أنواع الثياب لمتجرهم بل في العاصمة بأكملها حكت بكل عناية وحرص حتى ترقى لذوق زبائلهم كل الناس الذين يرتدون هذه الثياب يشعونها بالجمال بالرغم من كونها مجرد ملابس تدريب إلا أنها تعطي نظارة كتلك لصاحبها لأنها من متجرهم حتماً ثم يقول إكليسي بنولوبي ماذا بشأنها؟ هل ترضيها الملابس؟ تقول له أنها قامت فقط باختيار تلك الملابس التي جذبت عيناها لذا فهي راضي عنها بالفعل تكمل بأنها تسأله عن رأيه هو ليس بك أنها من سترتديها يخبرها لو أنها نالت رضاها فهو راضاً عن ذلك تقول له بنولوبي حقاً وتلتفت لصاحب المتجر إذن فليرسل أيضاً ثلاث بدلات كهذه من كل نوع والآن حان دور السيف الحقيقي يقول لها إكليس أن هذا يكفي تنظم بنولوبي ماذا؟ يصرق صاحب المتجر ويقول ما الذي يعنيه؟ لو أنه فارس فإن السيف جوهر حياته تقول له بنولوبي أجل إنه في حاجة إلى سيف هل يشعر بعدم الارتياح؟ يجيبها كلا ليس كذلك لا يعتقد أنه سوف يستعمل سيفاً حقيقياً عاجلاً أم آجيلاً لذا لا يبتغي الاحتفاظ بهدية من أنيسته من أجل الأشياء تسأله بنولوبي لماذا قد لا يستعمله؟ بعد تدريباته الأساسية في فن المبارزة سيترسم كفارس مقدام وسيكون في حاجة لسيف حقيقي يجيبها ذلك لأنه يعلم جيداً أن العبيد من دولة مهزومة لا يسعهم أن يصبحوا فرسان الرسميين أبداً لذا فإن كل ما يحتاجه هو سيف خشبي وأحسب تقول بنولوبي في عقلها هذا صحيح هذه حقيقة معروفة لدى الجميع أن العبيد لا يستطعون أن يصبحوا فرساناً كانت مركزة على أحداث اللعبة والوحيدة التي آمنت أنه سيصبح فارساً يوم ما بغض النظر عن أي شيء يقول صاحب المتجر هل هو عبد؟ لا يمكن ما يقوله صحيح لكن لو أنه عازم على حماية سيده فلابد له من؟ يقاطعه إكليس ويقول جسدي كافاً لبرافقة سيدتي وحمايتها يختبئ صاحب المتجر خلف بنولوبي ويقول له حسناً لو كان هذا رأيه فليفعل ما يريده وتقول بنولوبي في عقلها أنه حالياً ليس من الجيد أن تفرض عليه شيئاً دون إرادته وتقول له أنها لازالت ترغب في إلقاء نظرة في الأرجاء لذا أولاً فليعود وينتظرها بعدها يلتفت إكليس المغادرة تحدق به وتقول أن يغادر هكذا فقط دون إلقاء أي تتحية؟ من هو السيد هنا؟ هو أم هي؟ لقد لاحظت ذلك مرات عديدة من قبل يجدر بها أن تحدثه على انفراد من أجل أن يأخذ العبرة ويتعلم حتى لا يسموه بعد ذلك بالوقح ثم تلتفت بنولوبي لصاحب المتجر وتقول له أن يريها السيوف السحرية يريها بعض السيوف لكنه لا يعجبها وتخبره ألا يملك شيئاً بسيطاً؟ بعدها يقوم بإحضار هذه العلبة لها ويقول ما رأيها حول سيف الساحر القديم؟ تحدق مستغربة وتقول ما هذا؟ هل يحضر قلادة زينتها سيف صغير؟ لمن طلب سيفاً سحرياً؟ هل يحاول السخرية منها الآن؟ يقولها كلاً كيف له أن يجرؤ؟ هذا غير صحيح يخبرها لو أنها تحمل هذه القلادة وتضخ بعض المانا عبرها فهذه الزينة البسيطة ستتحول إلى سيف سحري حقيقي تتسأل هل هذه اللعبة من نوع ما؟ حتى لو كان ما يزعمه صحيحاً فأولئك الذين لا يملكون مانا لن يكون بمقدورهم استعماله يجيبها أن جميع الفرسان الذين تدربوا بجد وتفاناً قادرون على تطوير تعاملهم مع المانا خاصتهم شيئاً فشيئاً لذا يمكنهم أساساً استخدام السيف السحرية تقول بن نوربي تعلم ذلك لكن إكليس يظل؟ يقضعها صاحب المجر ويقول لا عليها لقد اشتغل في مجال بيع الأسلحة لعقود وهو أدرى أن ذلك العبد يقصد مرافقها كانت الروح الذي تتدفق داخل جسده عظيمة يمكنه الجزم أنه لم يرى شخصاً تنبعث منه تلك الهالة المرعبة طوال حياته تقول بن نوربي في عقلها صحيح هذا أمر مفروغ منه مستقبله أن يكون عبقاري السيف بعد كل شيء بعدها يبدأ صاحب المجر بالبكاء ويقول بالطبع في الحقيقة هذا السيف نادر للغاية تم شرائه من السوق السوداء بسعر منتفع جداً صغير العزيز السيف الصغير رغم أنه بهذ الثمن إلى أن السيافين غالباً من ينجذبون للسيوف الفاخرة متجاهلين إياه ويقول أنه تم صنعه من قبل الأقزام الذين انقرضوا منذ قدم الأزمينة وبما أنه منقرضوا لا أحد يمكنه صنع مثيل له ويقول لها حتى لو كان هامله يتجول في وسط القصر الإمبراطوري فلا أحد سيكتشف عن وجود سيف سحري بحوزته تحدق بالسيف وتقول يا لها من نية وقحة ليست مهتمة باغتيال أي أحد ما يجذب انتباهها هو السيف ذاته سيف لا يلاحظه الآخرون لكنه يحمله معه دائماً فكرت لوهلة بانتقاء خنجر صغير لكن هذا أفضل بالنسبة لإكليس لو كان سيفاً حقيقياً أو مجرد لعبات تزين القلادة فالأمر سيان ما أن يمسكه بيده حتى يصبح سلاحاً بكل ما تحمل الكلمة من معنى ثم تقول بنولبي لصاحب المتجر إذن سوف تشتريه كان صاحب المتجر سعيد جداً ويقول لها شكراً أخيراً وجد صغيره العزيز مالكه المناسب بعدها تعود بنولبي وتقول لإكليس فليحظو بنزها معاً ألن يشعر بالوحدة إذا تجولت بمفردها؟ تسأله بنولبي هل يشعر بحال أفضل؟ لقد مر بيوم عصيب منذ الصباح كم مرة قد حدثت أشياء كتلك في غيابها؟ يقول لها إنها المرة الأولى تقول له أن لا يكذب أخبرته أن يحاول جعل ساكني الدوقية يعترفون به لكنها لا تعتزم توبيقه لعدم فعل ذلك حتى الآن وتسأله هل كان أخاها ليوناردو من حث الآخرين للتنمر عليه ومضايقته؟ فليخبرها الآن ستحاول تولي هذه المسألة بنفسها يقطعها ويقول كيف لها ذلك؟ ماذا يمكنها أن تفعل للفرسان؟ مهما فعلت لمجال لتغيير نظرتهم إليه ما دام عبداً لو أنها تقدم على فعل ذلك من أجله فلتتظاهر بعدم رؤية أي من ما حدث فذلك لا يهمه تحدق به وتقول بجدية؟ كلا هذا ليس مقصده من كلامه ما يقصده؟ أنه سوف أبقى بجانبك لذا لا تجعليني أطرد من أجل لا شيء وتقول يبدو لها أن إكليس قد تكيف مع عجواء الدوقية وكيفية سير الأمور بسرعة أكثر مما تخيلت إنها متأكدة أيضاً من أنه عرفها مكانة الأميرة المزيفة داخل أسوار هذا المنزل كان إكليس أحد الشخصيات التي يصعب جذب انتباهها حتى في الوضع العادي ظنت أن ذلك بسبب الولاء الذي كان يكنه تجاه سيدته بنولب سابقاً لكن الآن إنها تعلم لقد كان مستعداً لتمسك بأي حبل يمتد أمام ناظريه من أجل النجاة هذه هي حقيقة شخصية إكليس تكمل في الواقع لقد رفعت آمالها عالياً بعد حدثة هذا الصباح من المضحق أنها جعلته يتبعها إلى متجر الأسلحة بحماس مفرط وتتساءل لماذا لم تفكر حينها أن إكليس كان يقيس مقدار صلاحها له إنه يرها كحبل نجاة أو مجرد حبل فاسد كما يزعمون ثم تخبره إنه على حق الآن إنه يعلم مكانتها في الدقية ليست تملك القدرة على تحرير القيود عنه حالياً مدام عبداً فمسألة التنمر ومضايقة أمر وارد الحدوث ولا يمكن تجنبه لكنها ستحرص على بقائه ضمن الفرسان لو أصبحت مهاراته أعلى بقليل فبإمكانه جذب اهتمام الدوق لذا فليتحمل الصعاب مهما كان حزيناً وليتذكر هذا جيداً فليستمر بالتدريب لتحسين مهاراته وأحياناً ستأتي للمرح معه كما فعلت اليوم ثم تقول له أنا وأنت عجباً لحياتنا البائسة وتقول له ها هو ذا فليأخذ هذا قد يبدو له كلعبة لكنه في الواقع سيف فليمسك القيلادة وليحاول ضخ بعض المانع عبرها بعدما أمسك إكليس بالقيلادة توحش وأصبح سيفاً كبيراً تقول بنوربي أنها قامت بالتهديد أنها ستقوم باسترجاع المال عشرة أضعاف الفعلي لو كان الأمر مجرد خدعة لكنه كان صادقاً ثم يسألها إكليس لماذا؟ تجيبه في إمبراطورية إنوكا من غير المعقول أن يحمل العبيد من دولة مهزومة سيفاً سحرياً لكن حتى لو ظل على عناده ولمرد تغيير رأيه بشأن اتخاذها كسيدته فالفارس الذي ستختاره ليكون بجانبها دائماً سيكون هو وحده لا غير والآن ما الذي ينوي فعله؟ بعدها يأتي لنا كلام إيفون من الرواية إكليس لا تقل لأنك عبد لست أهتم بلقبك أو أياً كان أنت فارسي وستظل كذلك للأبد ثم تقول بنول بالإكليس هل يقبل أن يكون فارسها؟ أو سيستمر على نهج العبودية؟ فليختر الآن تقل في عقلها هذا تهديد حرفياً لو أنه رفض قبول هديتها تفكر بإعطائها للدوق أو لديريك على أي حال بعدها ينحني ويقول لها كفارسك الواحد والوحيد بالطاعة والولاء الدائم أنا أقسم لك سيدتي تقول ولاء لكن في الوضع العادي أقسم بالولاء الدائم والحب الأبدي لإيفون تكمل بأنه كلا ما حدث أن الأمور قد تغيرت وتقول له بنولبي أن لا يجرؤ على خيانتها لأن الخيانة تعني الموت وكانت دوق وبنولبي يحدقان في بعضهما البعض وتخبرنا هذا ما آلت إليه الأوضاع وتتسأل هل لادها بسبب ما حدث صباحا هذا اليوم؟ ليست متأكدة فهناك عدة أسباب تستضعي قدومها واحد بشأن الشجار مع ليوناردو اثنين بشأن ما أحدثته في مركز التدريب ثلاثة بشأن صناديق السيوف الخشبية التي اقتنتها بأعداد المهولة عبر الشيك الأبيض يسألها الدوق هل تود شرب الشاي؟ تجيبه لو أراد ذلك سيسرها الأمر تقول في عقلها إنها المرة الأولى التي تشرب فيها الشاي مع إحدى الشخصيات مهما تعددت مرات مجيئها إلى هذا المكان فالأمور واضحة توسر الغفران عن أخطائها أن أجاب حياتها والخروج من هنا سريعا تكمل بأنه منذ فترة وجيزة لم تكن لتحظى بمعاملة متساوية كان شأنها شأن الأشخاص العاديين ولا تدري بالضبط ما هيئت شعورها الحالي ربما الارتياح أو أنه شعور اللاذع المغمور بالمرارة بعدها يقول الدوق لبنولوبي كان هناك بعض الانطرابات داخل مركز التدريب هذا اليوم وتقول إذن كان الخيار الثاني تجيبه أجل لقد تسببت ببعض المشاكل مع الفرسان وهي آسفة ثم يقول لها أن تخبره بالقصة كاملة تجيبه إذا سمع أنها ظهرت فجأة في مركز التدريب وجعلت إكليس يندفع لخلق أحد الفرسان لو ناداها لمعرفة صحة هذا الكلام فهو كذلك هذا ما حدث وإذا كانت أوامره أن يتم احتجازها لتجاوزها في حق الفرسان فسوف تقبل ذلك دون جدال حتى تعود لرشدها وتكون قد استعادت هدوئها ستختفي عن الأنظار تماما ومع ذلك لم تظن أبدا أن ما فعلته كان خطأ كانت خائفة وتقول هل سيكون غاضبا لو أنها تجولت في الأرجاء دون حياء بعد فعلتها؟ إذا تمكنت من أخذ عقاب الاحتجاز فقد استطيع تفويد حدث الصيد الذي ذكره الدوق ضغذاء إنه حدث تحضره جميع العائلة النبي لذات السمع الحسنة لذا لا يمكن للعبيد حضوره أو حتى العامة التي تكون واحدة منهم على أي حال ومنذ أن الأربعة أهداف باستثناء إكليس سيجتمعون هناك فحضور هذا الحدث أخطر بأربعة مرات من أي مما سبق مرت به إنه الحدث المثالي للموت دون أي سبب يذكر ومثلما فعلت إيفون في الوضع العادي من الأفضل لها البقاء داخل الدوقية ومحاولة رفع اهتمام إكليس أكثر من ذلك ما كان عقد هذا الحدث هو القصر الإمبراطوري أي أنه مرتبط مباشر بولي العهد كاليستا لذا من المستحيل أن تتورط مع مجنون المثله بسبب هذا الحدث يقول لها الدوق أكانت على وشك قتل فارس يعيل عائلته ولا زالت تنكر أنها على خطأ تجيبه أجل يتنهد ويقول حسنا إذن لماذا فعلت ذلك تقول له ماذا وتقول ما هذا لقد كان رد فعله مخالفا عما توقعت يجيبها هي لم تطأ قدمها أرض مركز التدريب أبدا أو تهتم بشؤون الفرسان ليعتقد أنها قد تتورط في مثل هذا بدون سبب إضافة لذلك قبل خروجها ترحت مجموعة من الأسئلة لكبير الخدم حول المعاملة التي يحظى بهم مرافقها الذي أحضرت تقول له أن ذلك كان خطأها بالكامل لقد كانت نزوة من طرفها الذهاب إلى مركز التدريب وبما أنه لم تعجبها معاملة الفرسان لبعضهم البعض يقاطعها الدوق ويقول أكد له الفرسان أنها تدخلت أثناء فرض معاقبة بحق مرافقها الذي أذنب إذن فقد كان ما حدث متعلقا به يكمل ويقول بنولوبي إيكارد كانت خائفة جدا لماذا ينادي على اسمها بالكامل أنا الآن أسألك تحت اسم عائلة إيكارد تأكدي من الإجابة بعناية أو أن نيس أقوم بترضي هذا العبد الوضيع الذي تسبب بهذه الفوضى داخل مركز التدريب دون أدنى اهتمام لوضعه كانت تبكي في داخلها وتقول له أن يمهنها بعض الراحة وليس هناك الكثير لتخبره إياه بعدها تقول له رأت فارسا يدعى مارك يفرض عقوبة قاسية بحق أكليس الذي لم يقم سوى بكسر سيف الخشبي في خضم التدريب يقول لها الدوق أنه من الشائع فرض عقوبات قاسية على الفرسان من أجل الانضباط العسكري إنها كبيرة بما فيه الكفاية لتدرك هذه الأمور تقاطع وتقول عندما كان يعاقبه تجرأ على إهانتها هي سيدة إكليس بدأ الدوق متفاجئا وتقول بينولوذي كما هو متوقع لقد قام الفرسان بتقديم شهادة تصب في صالحهم متغاضيين عن قول ما قد يضرهم وتكمل للدوق عندما اعترض إكليس على تصرفه الموشين انهال مارك عليه بالضرب برفقة زملائه في المجموعة لذا أمرت إكليس أن يرد الصاع للفارس الذي دنس شرف سيدته ثم يقول الدوق هذا الشقي لماذا يجرأ على إهانتها؟ تجيبه لأنها أميرة مزيفة غير قادرة على الاهتمام بنفسها لو تم طردها خارجا لذلك أخبر إكليس أن يدرك في أقرب وقت أن المالك الذي اختار خدمته خاطئ وأنها مجرد حبل فاسد تقول في عقلها أنها سأمت من كل هذا كم عدد المرات التي يجب عليها تكرار هذه المحادثة حتى تهرب من هذا الوضع ثم يقول لها الدوق لماذا؟ لماذا لم تأتي إليه أو لداريك؟ وتخبرهم بما حدث على الفور تجيبه أنها عقبت المذنب في الحال لم يكن للأمر يستحق إخبار أحدهما يصرخ ويقول لم يكن يستحق؟ تقول أن أحد الفرسان تجاوز ألفاظه وتفوها بكلمات مبتذلة تجاه الأميرة والأمر لا يستحق؟ تقول له لكن فرسان عائلة إيكارد مخلصون له إنه فقط لا يكن أي ولاة تجاهها هي يخبروها ما الذي تتحدث عنه الآن؟ جميع فرسان العائلة يعتبرون فرسانها أيضا سيظل الأمر كذلك مدام تحمل لقب إيكارد تقول له أن إكليس كاف بالنسبة لها يصرخ ويقول إنهم لا يتحدثوا عن المرافقين تصرخ عليه بأنهم يتحدثوا عن الفرسان بينما كان هناك ذلك الفارس الذي يدعى ماركوهينها ويدن سمعتها لم يكن أي أحد ليقف في وجهه أو ينكر أقواله حينها وخلال ليلة المهرجان كذلك كان إكليس هو الشخص الأحيد والفارس الذي قام بحمايتها يقول لها إذن بسبب ذلك شرت الستمائة سيف خشبي تقول هل كان عددهم بهذه الكثرة؟ لقد رأت كبير الخدم يوصل التذمر تجيبه أنها شعرت بالأسف تجاهه لذا اشترت له سيفا سحريا يقول لها الدوق بخصوص الشيك الأبيض الذي أعطاه إياها تقاطه وتقول ألا يقوم بمعتبتها كثيرا ألم يقل لها أن تستنتع بوقتها؟ كانت تحاول أن تكون ظريفة وتقول في عقلها تأمل أن هذا لن يأتي بنتائج عكسية لأن هذا غريب لم يصدق لها أن تصرفت بظرافة طوال حياتها ولم تخطط لفعل شيء كهذا هذا اليوم ثم يقول لها الدوق أن لا تشرب الشاي البارد وإلا ستصاب بالزكام سيأمرهم بتدفئته ويناديها لاحقا وتقول في عقلها يس لقد نجحت كان من الجيد التفكير في وضع بعض الاستعدادات بعد حدثة العلية مع ليوناردو كما أن الاعتذار لا يفلح في كل مرة سيصبح الوضع الصعب أكثر صعوبة لذا يجب عليها التأقلم بوضع استراتيجيات ويفقني ذلك بعدها يقول لها الدوق لا يعتقد ذلك لا مجال للعبيد كان بيتحدث عن إكليس أن العبيد لا يمكنهم أن يصبحوا فرسانا تسأله ماذا؟ يقول لها حتى لو كان تعامله شريفا فهو يضل من دولة مهزومة لا تنخدع بمثل تلك الوجوه والأسليب المعسولة لا بد من وجود شخص أو أكثر يسعون خلف أميرة إيكارد تقول في عقلها أليس يظن أنه سيفقدها السيطرة على شخص قطعت لها يوما ما؟ وعجبا لهذا الوجه المعسول كلما رأت نسبة اهتمامه تقل كلما سقط قلبها في جحر من الخوف ثم تقول ل والدها تدري أنها ليست فتاة جيدة ذات صواب لكنها ليست بذلك الطيش حتما يخبرها الدوق أنه يقول هذا لها لأنه لديه وجه جميل تقول له أنهم ليسوا في رواية مشهورة أو بنوع من رواية الارتباط بالفرسان كما أنها لا تحب الشباب الصغار يقول لها حسناً سيصدق مقالته الآن على أي حال جميع الأهداف ملك لإيفون وفي النهاية لن يكون بوسعها سوى المغادرة من هنا دون إلقاء نظرة للوراء التوقعات الباطلة والمشاعر غير ضرورية ليست إلا مجرد إلهاء ثم تقول له بنيلوبي إذا كان قلقاً للغاية لن تخرج من غرفتها لفترة يقول لها أن ما فعلته كان صواباً هي أيضاً يجب عليها حضور مسابقة الصيد وهذا يعني أنه ليس عليها الذهاب في غرفتها في حسب بل بالأحرى اغتنام الفرصة لتتسكع مع أشخاص بنفس سنها من خلال لذلك فلتحاول تحسين مزاجها الحاد تقول له لكن بالآمس قد تسببت بمشكلة كبيرة يقول لها ما المشكلة في ذلك إذن ما حدث قد حدث لن يتغير أبداً فليتوقفوا عن التحدث عن هذا بعدها يريها الدوق هذا القوس والنشاب تأتيها إشارة من النظام بأنها حصلت على المكافأة وتقول بالتفكير في الأمر هل كان هذا هو نفس القوس والنشاب الذي ظهر في الحدث السابق مع الوغد اللعين ليوناردو يقول لها الدوق هذا القوس والنشاب خاصتها وهذه المرة أحدث بعض التغيرات لضمان سلامتها ثم يظهر هذه الكرات ويقول لها هذه البلورات السحرية ستحل محل الصهام إذا تعرض شخص ما للإصابة فسوف يفقد المرء وعياه لفترة من الوقت بسبب إشعاعات البلورات كما أنه ليس قوياً بما فيه الكفاية لأدئي للموت لذلك حتى لو كان إنساناً فلن يؤلمه الضرر كثيراً تقول على أي حال يبدو أن مشاركتها بحدث الصيد محتومة سيكون من دواعي سرورها لو استطاعت تجنب مجال نظر الأمير على الأقل يكمل الدوق بأن هذه الأداء تحتوي على سحر معين بإمكانه إثقال ذكريات الشخص قبل لحظة من إصابته تسأل بنولبي لماذا قد يكون هذا النوع من السحر متوفر في القوس والنشاب يكمل الدوق أنها إذا لم تقوى على كبح نفسها فلترشد الهدف إلى مكان خالد من الناس ولتطلق عليه بالسهم تصدب بنولبي من قول الدوق بعدها تصرخ وتقول له ماذا؟ ما الذي يقوله للتو؟ مستحيل عليها إصابة شخص ما يقول لها أن لا تجعل من سمعة عائلتها تبرز بنفس المظهر المخزي بالقفز والرقد أمام نظار الجميع مثل العام الماضي لأن يتذكر المصاب حالما يتم إصابته لذا لا تترك أي شهود على فعلتها هل تفهم؟ تقول بنولبي أن تصرفت الدوق مخيفة للغاية هل كانت بنولبي شخص خارج عن السطرة لهذه الدرجة؟ بعدها تشكره بنولبي وتقول إنها ستستخدمه بحذر يقول لها الدوق اليوم كان يريد إعطاء هذا لها بعد سماع القصة كاملة من وجهتها لم ينوي توبيخها من الأساس ثم يخبرها أنه طالت المحادثة أكثر من المتوقع فلتذهب لغرفتها الآن سيجعل أحدهم يحضر القوس إليها لاحقا ثم تقول له بنولبي هي أيضا تريد إهداءه شيئا ما بعدها تقدم له هذه الجوهرة يقول لها أليست هذه تميمة؟ وتقول لولدها هذه التميمة هي تعويذة نقل آني يسألها لماذا تقدمها له؟ تجيبه إنها الهدية الأكثر شيوعا هذه الأيام بين النبلاء الذين سيحضرون إلى مصابقة الصيد كان مستغرب أستقدم له هدية؟ تجيبه نعم يقال أن مصابقة الصيد هذا العام ستمتلأ بالزوار من مختلف البلدان أيضا إنهم يخططون لإطلاق بعض الحيوانات النادرة التي سيتم إحضارها فقط للإحتياط تتمنى أن يبقيها محمولة بملابسه أثناء المنافسة يسألها من قال أنه يريد أن يؤذيه؟ من يتجرأ على ذلك؟ تخبره أنه لن تعيقه لكن لا يعرف أي قوة سياسية تكيد لعائلتهم فطالما كانت إيكارد عائلة محايدة إذا حدث شيء غير سار لسلامة والدها إنها لا تعرف نوع القوى التي ستحاول الاستفادة من هذا لإحداث صراع بين الفصائل يجيبها نعم لديها فكرة جذيرة بالثناء ثم يقول لها لا بأس يتأكد من إبقائها بحوزته ثم تقول للدوق أنها ذاهبة الآن وتفكر في عقلها أن السبب الرئيسي لإحضارها التعويذة ذلك لتحسين مزاج الدوق في حالته كان غاضبا وبالرغم من أنه لا علاقة للنقل الفوري بغايتها لكن من الجيد أنها قدمته له على أي حال بعدها يناد الدوق على بنولوبيه ويقول لها أنها أصبحت أكثر نجا هذه الأيام تجيبه بنولوبي لا يمكنها القول أنها لن تلومه أبدا لكن تبنيه لها وإحضارها هنا لم تكن ممتنة أبدا لهذا ولا حتى قليلا تتساءل في عقلها هل هذا لأجل بنولوبي المسكينة أم لأنها لا تعامل كطفلة غير ناضجة كبنولوبي بعدها تأتيها إشارة من النظام تم تحسن العلاقة مع دوق إي كارد ازداد معدل التفضيل بنسبة 15% وتجيب في عقلها في كل الحالتين هي ترغب في البكاء قليلا بعدها تعود بنولوبي إلى غرفتها وتقوم بتقديم هذه التعويذة إليها تسألها إيميلي ما هذا؟ تجيبها بنولوبي إنها هدية لها تعمل على حمايتها من الأخطار المجهولة إذا قامت بحملها قريبا من جسدها لقد اشترت لها واحدة هي أيضا عندما ذهبت للتسوق تكمل بأن لديها الكثير من الأعداء وهي قد أصبحت من القل المقربين لها لا تعرف ماذا أو متى سيحدث المشاكل لذا فالتقيها دائما على مقرب منها تقول بنولوبي في عقلها تشعر بالذنب تجاهها لتنفيذ غضبها عليها من قبل وفي الواقع هي لا تعلم فكرت بجعلها ساعدها الأيمن لكن إذا رفضت هذه الهدية ربما ستقدمها لشخص آخر بعدها تبدأ إيميلي بالبكاء وتقول لم تتلقى هدية كهذه من قبل خلال فترة عملها في قصر الدوق إنها بغاية الجمال ستعمل بجهد مضاعف من الأنف صاعدا وتشكر بنولوبي وتأتيها إشارة من النظام أنه تم تحسن علاقتها مع شخصية من منزل الدوق تبتسم بنولوبي وتقول أجل تتمنى أن تستمر الأمور على هذا النحو قبل أيام قليلة من مسابقة الصيد جاء كبير الخدم إلى بنولوبي وأحضر لها دعوة تقول له ما هذا ألم تخبره أن يحرق كل الدعوات التي تتصلها لأنها لا تنوي حضور أي حفلة يقول لها لكن إنها رسالة من القصر الإمبراطوري لذلك لم يستطيع التعامل معها بمفرده كانت خائفة وتقول لا تريد قراءتها لكن عليها ذلك كانت الرسالة تقول عزيزة الأميرة بنولوبي إي كارت لقد مرت عدة أشهر بالفعل منذ لقائنا في حديقة المتاهة خلال تلك الفترة تأكدت من إرسال دعوة للأميرة كلما أقيمت مأدبة سواء كانت كبيرة أم صغيرة في القصر الإمبراطوري لكن قيل لي أن الأميرة لم تلب الدعوة أبدا أما زلت تعانين من أثار السم؟ لحسن الحظ مسابقة الصيد ستبدأ قريبا لذا لن يمر وقت طويل قبل أن أراك مرة أخرى لابد أنك قد سمعت أنه قد تم رفع الحظر المفروض على الأميرة أنا شخصيا رفعت صوتي من أجل أميرة المريضة لذا أتمنى أن تتحسني قريبا وأن نتقابل في يوم قريب ملاحظة أنت لم تنسي الوعد الذي قطع طيه لي أليس كذلك؟ أي أنه في المرة القادمة التي يلتقي فيها سيتعين عليها الشرح بالتفصيل لما وكيف أحبت ولي العهد من الأفضل أن تتذكري يا أميرة أنا حقا أتطلع للاستماع لك لقد صبرت لفترة طويلة بسبب ذلك السم اللعين كالي ستوري جوليوس تمزق بنيلو بالرسالة وتقول إنه مجنون يسألها كبير الخدم أي نوع من الرسائل يجعلها تتصرف هكذا تقول في عقلها إنها رسالة تهديد من رجل مجنون ليس لديه ما يفعله وتسأل كبير الخدم بأي ساعة سيتدرب الفرسان اليوم وجيبها من المفترض أن يكون عند الساعة السادسة مساء هل لديها عمل هناك؟ تقول في عقلها في الواقع كانت تفكر في إطلاق سهم أو اثنين عليه بمهارة بنولبي في الرماية لكن لا يمكنها فعل ذلك الآن وتقول كبير الخدم أنها ستستخدم ساحة التدريب اليوم الآن أصبح لديها سبب لتحسن مهاراتها في الرماية لكي تقوم بقتل ولي العهد المتخلف ذلك وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية تلخيصنا لليوم يا ترى يا هل ترى ما الذي سيفعلانه ولي العهد وبنولبي عندما يلتقيان هذا ما سنراه في الحلقة القادمة أو اللي بعدها السلام مسكو الختام وداعا اشتركوا في القناة